أخبار تحمس، سيارات الطير، غوريلا جلاس، النسخة السادسة وأيضاً أتكلم عن نسخة فوشيا التي ستستبدل الأندرويد وأكيد مستقبل أجهزة سامسونج ومستقبل أجهزة أبل مع الصعوبات الكبيرة التي موجودة في سوق الهاتف دعونا نتعرف عليها سباً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم فيصل السيف وأخبار العلوم والتقنية ونبدأها أول شيء بأحفورة تم اكتشافها أو نستطيع أن نقول الحفورة صغيرة تم اكتشافها لحية يقولوا أنها متوقعة تكون من مئة مليون سنة هذه نفس الحفورة التي اكتشفوها الحية طولها حوالي 2 إنشة حوالي 5 سنتيمتر ورأسها مفقود ولكن يظل أنها محفوظة بشكل جداً جيد يتيح استخدام X-rays واستخدام بعض الأجهزة في تحليل الخصائص والأشياء التي موجودة لها وأيضاً يمكن أن يأخذ عينها فشيء جيد أن يمكن أن يرى الماضي والأشياء التي كلها دعونا نرى المستقبل سأخذر اللي بعده هناك أشياء كثيرة مستقبل هذه مئة مليون سنة وشيء ماضي لا أدري ولا أحد فينا كان موجود فلا أدري ما اجدنا التابوت الذي تم اكتشافه في مصر والعالم كله يتكلم عليه بزوايا مختلفة فلو تكلمنا على الحدث الذي حدث في مصر تكلموا كثير شعبياً أنه لحد يفتح و سيكون هناك لعنة و مشاكل و سيكون هناك أشياء كثيرة في المنطقة وأيضاً في المنطقة العربية المنطقة هي منطقة اكتشاف التابوت والمنطقة العربية و قالوا لعنة و قالوا أشياء جداً كثيرة عالمية كانوا يطالبوا بفتح نفس هذا التابوت واكتشاف الحقائق و يمكنوا يشوفوا الحفورات و الأشياء كلها اللي موجودة فيه أو يمكنوا يقولوا الهيكل العظمي اللي موجود فيه و يشوفوا التاريخ الماضي مدري ثاني خبروا ماضي المهم نتكلم أنه أكيراً تم فتح التابوت من قبل أخصائيين وبسم الله ما شاء الله لهم لأخصائيين اللي موجودين في مصر للآثار شيء جداً رائعاً و لكن اكتشفوا في نفس التابوت موية حمرة موجودة فعالمياً شخص سوف يفتح لك صفحة على بيتريون بيتريون مثل الموقع الذي تطلب دعم مادي من الناس لكي يفعلوا مهمة أو يفعلوا شيئاً و معروض يفعلوا على بيتريون ثالثة المعروض بايخة يبغوا معروض لكي يفعلوا مشروب طاقة يبغوا يفعلوا مشروب طاقة من خصائص هذه الموية الحمرة اللي موجودة سأخبركم العلم من خصائص الموية الحمرة اللي لقوها في التابوت و قالوا الدم و ما دم و يعطيك قوة خارقة هذا الشيء سيساعدك على طاقة و نجاح إلما تموت نرجع للحقائق و نقول ان الحقائق سيلاقوا نفس العفورة هذه او الهيكل العظمي و قاعدين يحللوا بشكل كامل سيلاقوا من آلاف السنين سيلاقوا بعض الخصائص الجداً كويسة في هذه العفورة أما من ناحية الموية الحمرة يقولوا مجاري المين انتهاء نعملة يقولوا ان مية مجاري و كرامة هذه الموية أجت cottاجت لنفس التابوت بما ان مدفون تحت الأرض بطريقة او بأخرى وتجمعت في هذا التابوت و لم اج Rim تبل تحت ارض هذا التابوت كان ان ان الحجار تنزل كان ذو أسهل في توقيع الأرض ف Furuk لا أرد success أجل من المشروف الطاقة ابداً ما سمسون بمر Contén وضعوا ماذا يسمى اللهم صلى الله عليه وسلم على محمد اخبطت مع الخبر هذا خبر طويل ولكن رائق احسر فهنا يقول لك ان مختلف الزوايا لنفس الخبر كل واحد على هم وسره واحد يريد ان يقوم بعمل مشروب طاقة من موية المجاري اللي لونها احمد في احفورة من مئات السنين لا ادري او رجال كان صالح او رجال سيء او رجال طالح او اندفن او انذبح او انقتل او اختصاب او او شيء لا ادري او رجال ان يقوم بعمل مشروب طاقة من الحديث عن الماضي ان نتحدث عن الوقت الحالي والمستقبل فسألناكم هل انتم ترون ان كثير من جيوش العالم تستخدم الذكاء الصناعي في اليات الحرب 86% منكم قالوا نعم فنوعا ما المستقبل حاليا نحن نحن نشاهده ونوعا ما نرى هذا الاستفتاء واقعي حقيقي نعم الذكاء الصناعي يستخدم في اليات الحرب من سنوات الان في حلقة ماضية ذكرنا لكم خبر انه تم تطوير سيارة بامكانها الطيران هذه السيارة تم رسمي الاعلان عام 2019 هو العام المتوقع لوصول هذه الطيارة السيارة الى نفس المستخدمين وايتاحتها للناس انهم يطيروا الى الحين القوانين والحكام ما نعرفه هل تحتاج رخصة طيران وسيارة في نفس الوقت او لا وايضا ماذا الاماكن اللي بتتاح لاستخدامها في اوروبا وفي العالم موضوع عليه كثير عوائق و ارى انه الامر مستبعد انه ينتشر بشكل كبير تتفق معي او لا لو بسطنا فكرة غسيل الاموال هي انه يكون عندك مبلغ مالي كبير مليون مجهول المصدر فتبغى تحولوا الى عملة تقدر تودعها في البنك بدون شبهات فهنا الناس استغلوا كلاش اف كلانز وتبيعاتها وشبيهاتها من العب بانه هذه الاموال يشتروا فيها من بعض المتاجر كريدت رصيد هذا الرصيد يرجعوا يبيعوه على متاجر طرف ثالث وتصبح غسيل الاموال صارت المليون تحول الى عملة حقيقية هذه العملة ستساعدك انك تحصل على فلوس رسمية تقدر تضعها في البنك ففعلياً انصدمت ناس كثيرة لما اعرفوا انه كلاش اف كلانز وشبيهاتها من العب تستخدم في غسيل الاموال من قبل المجرمين ملايين الدولارات تتعدي هذه المتاجر وتعدي على طريقة بسيطة جداً للحصول على مال مقابل مال عن طريق نفس الالعاب هل هذا الشيء سيستمر؟ هل هناك قوانين جديدة في تأتي ام لا؟ هذا الشيء يريد ان ننتظر ونشوف ولكن تجنب انك تشتري رصيد من احد بدون ما تعرف مكان هذا الرصيد او بالأصح استخدم المتاجر الرسمية لشراء الرصيد للألعاب المختلفة المتنوعة وتكون ساعتها انت حميت نفسك من الشبهات وانا نتكلم على القانون الاوروبي والخمسة مليارات دولار الغرامة اللي وضعت على جوجل من قبل الاتحاد الاوروبي المسألة جداً كبيرة لو تكلمنا عليها نقول ان الغرامة بسبة الاتحاد الاوروبي يقول انتم يا جوجل مانعين وحاكرين السوق لكم ومنعين التجارة ومن تم دعوا احد يتساند في الاندرويد ومن تم دعوا متاجر ناس تتحداكم تضعوا اللعبة اللي يفوق في السيرتش انجين او في المتجر او تقدروا النتيجة اللي تبغوها وهذا الشيء مخالف الاتحاد الاوروبي وعطوهم هذه الغرامة كلها لسه تنفيذ الغرامة تحت الاستبيان وطريقة طويلة الى تنفيذ هذه الغرامة واكيد سيكون هناك نقد من قبل شركة جوجل وايضاً توضيح ان جوجل لو رجعنا على الاندرويد بالذات الى كم سنة لو رأى قبل خمس ست سنين كان هناك متاجر اخرى فيها تطبيقات وهذه المتاجر فيها شبهات كثيرة من نفس الالعاب النسخ المهكرة النسخ المكركة النسخ غير سليمة الفيشوير الميلوير الاشياء كلها كانت موجودة فيها فالنظام والانظمة المتبعة مثلاً على متجر اندرويد انظمة جداً سليمة وحميدة وخلت صح ان هناك منافسة هم قاعدين يلعبون فيها من ناحية الدعايات وما دعايات ولكن يظل احنا كمستخدمين هذه المنصة احنا في الامان وفي السليم موجودين فنستنى ونشوف الاتحاد الاوروبي الى اين سيوصل مع جوجل وهل هذا الشيء ايضاً يتطبق على نفس ابل ونظام اي او اس ام لا الجميل في استفتاء الحلقة الماضية عندما سألناكم كم متابع ترى يجب ان يكون لديك لكي يطبق عليك قوانين الكذب ومكافحة الكذب والاشاعات كلها وجدت انه خمس الاف متابع تسعة وخمسين في المئة منكم قال خمس الاف متابع واحد وعشرين في المئة منكم قال مئة الف متابع ربع مليون متابع اربعة في المئة ضد القوانين فقط ثمانية في المئة هذا يعني له اكثرية يقولوا اذا انك فقط خمس الاف متابع يطبق عليك موضوع الاشاعات ومكافحة الاشاعات وهذا شيء جداً ممتاز الوعي المجتمع الذي موجود عندنا صار شيء خرافي يعني جيد رائع ممتاز فوشيا هو المنتج الجديد الذي قاعدين كثيراً نذكره هذا موجود من جوجل فوشيا المفروض انه يستبدل نظام الاندرويد لحل مشكلة النظام الاندرويد والتحديثات اللي قاعدة تصير فنحن كل مرة نستنى نسخة من نفس نسخ الاندرويد فبالتالي عندنا الاسماع المختلفة وعند المطورين معضلة انه كل نظام يبنى بشكل كامل يعني من الاساس الى فوق ليس انه هناك اساسيات مشتركة بين الانظمة وهذه الاساسيات نوعاً ما ثوابت ما تحتاج تغيير فانا كل ما احتاج تحديث يحتاج لي كيكا او شيء زي كذا لتحديث النظام فوشيا احد اسباب توجه شركة جوجل لهذا المنتج ان يمكن يحل هذه المعضلة ويصبح عنده مثل البلرز الافقية ثوابت افقية لتحديث النظام فيصبح جوالات اكثر على طول سيصبح عندها النسخة الاخيرة وايضاً سيصبح النظام متوافق اخثر مع كل شيء نفس الوضع تقريباً اللي قاعد يصبح مع الاي او اس فقط نحتاج الرقم الجديد والنظام يتحدث ما نتحدث عن انه في عندك اوريو في عندك جيلي بين في عندك مارشميلو ما نتحدث عن التشتت في الانظمة هذه مسألة فوشيا واستبدال نفس نظام اندرويد هو تحت التقييم او هي تحت التقييم وهذا الشيء يمكن قريباً يصبح اذا صار هذا الشيء يحتاج له سنتين ثلاثة الين ما يوصل للجوالات فنظام فوشيا شيء قادم ولكن يريد ان نصبر ونستنى يمكن فكرة فوشيا يتم دمجها على نظام قادم بسلسلة حرفية مثل الآن باستاشا ويكون بعدها هذا النظام فوشيا باسم ما وخلاص عندما توصل الجوالات لهذا النظام كل الجوالات تحت نظامها في نظام الاندرويد ونعيش حياة كلها تحديثات على نفس النظام نظام واحد وانتهينا بشكل رسمي كورنينج تعلن عن القوريلا جلاس النسخة السادسة التي تقدر تقاوم الضربات بشكل اكبر واجتبارات السقوط العالىuencia المتحدثة من الكورنينج تعلن ريلا جلاس نتحدث عن الحناءات وهو قدرة اكثر على اكمله المتحدثة ننتظر ونرى يحمل كورنينجل لأغلاس ستة او لا اذا صار سيكون اول جوال لم اظنى انه سيكون اول جوال يحمل كورنينجل لأغلاس ستة اتوقع انه سيكون جوالات اخرى التي ستسوي هذه الحركة مثل فيفو وغيرها من الشركات ننتظر ونشوف الان نتحدث عن مستقبل الجوالات والمعذرة التي تحدث في سوق الجوالات من تشبع جداَ عايق يحدث في السوق فنلاقي انه كثير من الناس بدأت تنفر عن اختيار اهم شركتين موجودة في السوق اللي هي شركة ابل وشركة سامسونج ولقينا المنافسة صيرة كبيرة بين شركات اخرى مثل هواوي فيفو ايضاَ ايضاَ اوبو وشياومي موجودين صاروا في السوق السعودي نوعاَ ما بشكل او باخر قاعدين يتنافسوا على المراكز العليا الاساسية فكيف ستقدر شركة سامسونج وشركة ابل انها تعدل امورها اول شيء والمتوقع من شركة سامسونج انها توحد النسخ فما يكون عندكم مؤتمرين خلال السنة هذا المؤتمرين يجيبون لنا نسختين من الاس ناين على سبيل المثال وهو سلسلة الاس يجيبون لك نسختين الاكبر والاصغر ومؤتمر نهاية السنة يجيب النوت فيمكن يدمجوا لإمكان استحداث مؤتمر واحد يجيب منتجين اساسيين خلال السنة هذول المنتجين سواء ان يكونوا نوت او اس ما ندري اتوقع الاكس هذا المنتج الجديد هو الطريق للأمام ولو شفنا واقعيا حاليا وضع السوق على الاس ناين بلس والمتوقع في النوت ناين سنلاحظ انه هناك تشبع جدا جميل في هذه الاجهزة في النسخ هذه فوصلت الى نوعا ما الكمال من ناحية الهاتف فنحتاج اشياء ما هي بضرورية فيها الحين على اساس توصل الى الكمال فتلاحظوا التحديث من الاس ايت الاس ناين كان شيء بسيط انه جاء كل شيء لا يوجد شيء باقي ايضا هذا الشيء سيحدث عن النوت فسيحدث عن جوال النوت 9 كامل لا يوجد شيء اذا الطريقة الامام هو توحيد النسخ ويصبح عندكم نسخة واحدة هي الاساسية التي تركز عليها السامسونج وطرح جيل جديد من الهاتف الذي يمكن ان يكون الاس اكس الفولدبل الذي ينصف هل سيكون نفس الصرع الجديد الذي يستخدم عليها؟ لا ندري ولكن اذا وجدت شركة ابل وايضا اتخذت نفس النهج في توحيد النسخ للهاتف ابتداءا من نهاية هذه السنة وجيل جديد من الهاتف يمكن ان السنة الجانية نلاقي عندها وصول اكثر للناس من ناحية التنافس التنافس سيكون واقعي اكثر لديهم ثلاث فئات هذه الثلاث فئات هي سعر متوسط سعر غالي وسعر بسيط نذكركم بشيء مهم قالوا تم كوك قبل فترة قال انه النسخ القديمة هي النسخ المتوسطة للمستخدمين يعني لو تلاحظوا الان الان يتم انتاج الايفون 6 اس الان يتم انتاج الايفون 7 وهذه الثلاثين يباعوا باسعار اقل من اسعار الايفون 8 والايفون اكس لماذا؟ هذه هم اجهزة الاسعار المتوسطة طريق الامام في تنافس جدا صعب ومن اصعب السنوات ستكون على قطاع الجوالات عام 2019 وعام 2020 بوجود وحشين اجداد اللي هم اوبو وايضا موجود عندكم اكيد فيفو هذول سيتنافسوا على العرش ويسببوا الضغط بالقدرة الكبيرة في التسويق اللي موجود عندهم سيصبح ضغط هائل على سامسونج وعلى ابل والابتكار الابتكار يصبح جدا كثير عند هذه الشركات الصينية وهذا الشيء اللي نوعا ما قاعد يقاومه الشركات الكبرى الكورية وأيضا الأمريكية ننتظر ونشوف واتوقع ان السنة الجاية ستكون سنة حافلة تتفق معي ان عامل 2019 ستكون السنة الخرافية وما في داعي اشتري جوالها الجديد السنة ولا لا مقياس ومشاركاتكم اول حاجة عندنا 6.7 ميجا بيت في الثانية التحميل والرفع 9.2 ميجا بيت في الثانية ليتنسي 64 ميلي ساكند امورك يعني ليس الحال ايهاب بس انك تستطيع ان تلعب ان لاين بشكل جيد حبائبنا في الكويت ونتكلم على حمود يقول انه داونلود 11 ميجا بيت في الثانية ورفع 20 ميجا بيت في الثانية افضل لكن ليتنسي برضو 85 ميلي ساكند نتكلم على سرعة التحميل 8.1 ميجا بيت في الثانية ورفع 1.6 ميجا بيت في الثانية ليتنسي برضو لك عليها 43 ميجا بيت ابراهيم الله يبارك لك وهنا نتكلم على سرعة متوازش وكل السرعة متوازش 2 ميلي ساكند جاءتني في البوسنة ودخلت لك سكين كارجر نتكلم على سرعة التحميل من عبدالله 24 ميجا بيت في الثانية ورفع 23 ميجا بيت في الثانية او 23 ميجا بيت في الثانية لا ادري ايش في المية نتكلم على 113 ميلي ساكند هذه عندما نتكلم على عبدالله شريط نهاية الحلقة وكل حلقة لو اختراحاتكم اشياء كذا ارجعها لكي نفعلها في الحلقة عندكم في التعليقات تقدروا تشاركونا وسبحانك الله وحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وعتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة